السلام عليكم ورحمة الله بعد ضجة طاجين الدود رئيس جهة بني ملال يحاول رد الاعتبار لشلالات أوزود زار عادي البركات رئيس جهة بني ملال خنفرة أمس الأربعاء 18 مايو الجاري شلالات أوزود الواقع في قلب جبال الظلال وقام رفقة الوفد المرافق له بتناول وجبة الطاجين في محاولة منه لرد الاعتبار للموقع بعد واقعة الدود وتأتي زيارة رئيس جهة بني ملال خنفرة لمنتج أوزود بعد الدجة الأخيرة التي أطارها فيديو صوره زوج مراكشي يدعي في وجود دود وسط لحم طاجين تناوله في أحد مقاهي المنطقة وقد ظهر ألبامي عادي البركات في صور نشرها المجلس في صفحتها الرسمية على فيسبوك وهو يتناول الطاجين إلى جانب عدد من أعضاء مجلسه وأفاد بلاغ للمجلس بأن رئيس مجلس الجهة وأعضاء المجلس والعديد من المنتخبين إقليميا ومحليا عبروا عن تضامنهم المطلق مع أرباب المطاعم والمآوي السياحية والفنادق والمرشدين السياحيين ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات الأصفار ومنظمي الرياضات الجبلية بالموقع السياحي أزود لتجاوز التأثير السلبي للحادث الذي وصف بالمعزول على المهنيين وأضاف البلاغ أن رئيس الجهة حرص خلال تواجد بالموقع السياحي على زيارة المطاعم والوقوف على ظروف إجعداد الوجبات الغدائية واحترامها للسلام الصحية للمنتجات الغدائية والنظافة وحسن الاستقبال ووفق البلاغ ذاته فقد قام خبراء اليونيسكو يوم الثلاثاء عشر ماي الجاري بزيارة موقع أزود والمتواجد ضمن مجال اليونيسكو المعترف به من طرف المنظمة العالمية اليونيسكو منذ سنة 2014 وقال المصدر نفسه إن الخبراء وقفوا على أهمية الموقع وأهمية المجهودات المبدولة لتأهيل الموقع وتتمين المنتجات المجالية وتطوير رياضات المائية والاهتمام بترات تقافي المادي واللامادي